اشتركوا في القناة لأنه محب لله ولسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس الشأن أن تحب وإنما الشأن أن تحب فلما قال ذلك قال عمر فما تمنيت الإمر إلا في هذا اليوم فبات الناس يدوكون ليلتهم من يعطاها من صاحبها فلما أصبح الصحابة غدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شهدوا معه صلاة الفجر بعدما قضى النبي عليه الصلاة والسلام صلاته التفت إلى الصحابة يبحث عن من عن صاحب الراية قال الراوي فاشرأبت أعناقهم يعني كل واحد بدي شابي شان يظهر لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فنظر إليهم ولم يجد صاحب الراية فقال أين علي علي بن أبي طالب فقالوا يا نبي الله اشتكي من عينه بعينه رمد فجيء بسيدنا علي وتفل النبي عليه الصلاة والسلام في عينه فسلم ببركة ريقي ودعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اشتكى منها إلى أن مات رضي الله عنه وأرضاه فأعطاه الراية القصة دي يا حبة مليئة بالفوائد والدروس لكن حسبه أن أقف مع درس واحد صحابة لمن جوا المسجد كل واحد بحدث نفسه إنه حيكون صاحب الراية وكل واحد منهم سعى لأن يكون صاحبها ومع هذا السعي لم يعطيها النبي عليه الصلاة والسلام أحدا من الحاضرين لماذا اعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وحيدا كان غايب وفي بيت ومريض وبحساباتنا احتمال إنه يكون صاحب الراية احتمال ضعيف جدا ومع ذلك أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام وجاء وعفاه الله من مرضه وكان صاحب الراية لماذا اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك عقيدة يا حبة إذا آمن بها الإنسان إن شرح صدره واطمأن قلبه وارتاح باله وصح إيمانه بالقضاء والقدر إن كل شيء خلقناه بقدر اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر